موسيقى نشطة مفصلة للأخبار نسهلها بالعنوين موسيقى المشاط يستقبل الوفدين العماني والسعودي في صنعاء ويشدد على السلام العادل الذي يحقق تطلعات الشعب والبخيط يؤكد أن الرياض طرف في الصراع لا وسيط موسيقى اهتمام اسرائي واسع بأبعاد لقاء نصر الله وهنية في بيروت وتل أبيب محبطة من وحدة الساحات موسيقى ماكرون يدعو اوروبا إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتجنب الانجراري إلى مواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان الصين تنفذ منورات تحاكي ضربات دقيقة ضد أهداف رئيسية في تايوان والمياه المحيطة بها ضمن اليوم الثاني من تدريبات لتطويق كامل الجزيرة موسيقى مؤسس مجموعة فاغنر يحذر من أعداد كييف مئتي ألف مقاتل على الأقل لتنفيذ وجوم مضاد ضد القوات الروسية موسيقى أهلا بكم التقى رئيس المجلس السياسي لعلى في اليمن مهدي المشاط الوفدين العماني والسعودي في صنعاء وبحسب وكالة سبأ أكد المشاط الموقف الثابت من السلام العدل والمشرف الذي ينشده اليمنيون ويحقق تطلعاتهم من الحرية والاستقلال فيما شكر الوفد السعودي سلطنة عمان لدورها وجهودها في إطار أحلال السلام في اليمن وحرصها على دعم السلام والاستقرار وفد سعودي يترأسه السفير الجابر في صنعاء زيارة ليست الأولى للسفير السعودي أو لوفد سعودي إلى العاصمة اليمنية لكنها الزيارة الأولى التي أعلن عنها زيارة تكتسب أهمية لناحية توقيتها وما سبقها وما هد لها من حراك دبلوماسي وتحركات إقليمية ومتغيرات دولية وهدنة طويلة تجاوزت العام ويرى مراقبون أنها تأتي من أجل كسب مزيد من الوقت سعوديا أعتقد أن زيارة الوفد السعودي وفي الحقيقة ليس من أجل الحديث عن إنهاء الحرب السعودية تريد أن تشتري الوقت وأن تجنب أي من الهجمات التي كانت قريبة على العمق السعودي والإماراتي لذلك حضوره إلى هنا قد يكون من أجل تمديد الهدنة الوفد السعودي أعاد معه 13 أسيرا إلى صنعاء وسبقه في الوصول وفد عماني رفيع يرافقه رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام للقاء المسؤولين في صنعاء وعلى رأسهم رئيس المجلس السياسي الأعلى مهد المشاط للبحث في رفع الحصار رفعا كاملا ووقف العدوان واستعادة كل حقوق الشعب اليمني المحقة ومنها صرف مرتبات كل موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز الوفد السعودي ما أتى إلى صنعاء إلا في إطار التفاهمات تقريبا قضع شوط كبير جدا جدا فيها وكان من المفروض أن هذا الوفد أن الموعد كان يكون قبل أسبوع تطورات متسارعة وزيارات يكتنف أهدافها الغموض والسرية والتكتم الرسمي لكنها تشي بتفاهم متقدم بين صنعاء والرياضي في المحادثات غير المعلنة وقد تفضي الزيارة النوعية إلى هدنة طويلة وحلحلة في الملف الإنساني بالإعلان عن وصول الوفد السعودي إلى العاصمة اليمنية تكون عجلة السلام ووقف الحرب قد تحركت هذه المرة أو هذا ما يأمله اليمنيون ولكن ذلك مرهون بما يحمله الوفد السعودي وبنتائج زيارته وقبل ذلك وبعده بمدى جدية الرياض أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصر الله محمد البخيتي أن السعودية ليست وسيطا بل هي طرف في الصراع وفي تغريدة على التويتر قال البخيتي أن لا حاجة للبحث عن تفسيرات غير واقعية لتبرير المفاوضات بين صنعاء والرياض مشيرا أن لا غنى عن حوار يمني يمني من دون أي تدخلات خارجية مؤكدا أن أبواب الصنعاء مفتوحة للجميع وألفت البخيتي إلى أن الصنعاء غير مستعدة للتفاوض مع السعودية مرة ثانية من خلال رشاد العليمي الذي تم تعينه من قبلها عضو النجس السياسي لعلى فيليمن محمد علي الحوثي قال أنه قد يجري اللقاء حربا أو سلما مع دول العدوان وكتب الحوثي في تغريدة له على موقع تويتر لا تصغو إلى التسريبات فالحقيقة ستأتي من مصادرها الرسمية عرض الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائبه والشيخ صالح العروري والوفد القيادية للحركة عرض أهم التطورات في فلسطين المحتلة وأجرى الصاراد مجريات الأحداث في المسجد الأقصى والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى التطورات السياسية في الإقليم وجائزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث والتطورات وصياء إسرائيلي واسع من لقاء سيد نصر الله مع هنية وعدد من قادة حماس وسط تحليلات واسعة تناقش أهمية الاجتماع وتدعياته حسين السيد اهتمام أعلامي وسياسي إسرائيلي كبير باللقاء الذي جمع لامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية مع وفد من قيادة حركة حماس ترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ونائبه صالح العروري لقاء مهم من دون شك وهو ما أدركه الإعلام الإسرائيلي القنوات والصحف العبرية توقفت عندما جرى بحثه داخل الجلسة والأسيامال ناحية النقاش الذي دار حول مدى جهزية محور المقاومة والتعاون بين أطرافه في مواجهة كل التطورات اللقاء يوضح لنا أكثر الربط بين الساحات المختلفة فقد شهدنا أحداثا من عدة ساحات وهو أمر لم نره منذ وقت طويل من غزة وسوريا ولبنان وبحجم لم نعرفه وخصوصا من لبنان لذلك هذا المشهد مهم جدا توقف المحللون الإسرائيليون في القنوات العبرية عند الصورة التي نشرت للمجتمعين عقب اللقاء رأى بعضهم أن نصر الله ظهر في الصورة كمن وضع إصبعا في عين الإسرائيليين معتبرا أنها بألف كلمة وتشرح قصة ما جرى خلال الأسبوع الأخير الذي فتحت فيه جبهة جنوب لبنان لكن تعليقات المحللين لم تخلوا من التحليلات المضحكة فبعضهم قال أن الصورة لا تظهر أن نصر الله يعيش في مخبأ تحت الأرض اللقاء كان حاضرا أيضا في السجال السياسي الإسرائيلي المحتدم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو اتخذ من اللقاء منصة لكي للاتهامات لزعيم المعارضة ياير لاببيد حيث قال أنه كان على لاببيد إبداء المسؤولية الوطنية في الوقت الذي يجلس فيه نصر الله وهني تحت صورة المرشد الإيراني الذي يدعو إلى القضاء على إسرائيل مع كشف لاببيد إبلاغه نتنياهو أن المعارضة ستدعم أي عمل توصي به الأجهزة الأمنية ضد ما وصفه بموجة الإرهاب والأعداء في كل الساحات الشيعة أهالي بلدة عزون شرق قلقيليا جثمان الشهيد الفلسطيني عائد عزام اسليم الذي ارتقى أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وكان الشهيد قد أصيب برصاص الحي في بطنه وصدره أثناء تصديه لاقتحام قوات الاحتلال بلدته رابط ألاف المصالين في المسجد الأقصى على وقع اقتحام ما لا يقل عن ثمانمائة مستوطن لباحاته في إطار ما يعرف بعيد الفصح اليهودي المستوطنون أدوا التقوص التلمودية بجانب حائط البراق تحت حراسة شرطة الاحتلال فيما توقعت صحيفة هاريتس استمرار التوتر خلال الأيام المقبلة بسبب تقاطع العياد الدينية لدى المسلمين واليهود والمسيحيين منذ بداية شهر رمضان ما كان لينتهي الفلسطينيون من أداء الترويح حتى اقتحمت قوات الاحتلال الأقصى لتفريغه من المعتكفين إلا في هذه الليلة حيث بقيت أعداد منهم حتى صلاة الفجر هذا المسجد يعني للمسلمين ونحن موجودين في بيتنا وهدول مجموعة الزعران اللي بتموا ينجوا ويهددوا أنهم يأخذوا المسجد الأقصى أو يأخذوا جزء من المسجد الأقصى هم يريدون توتير الأوضاع في المسجد طبعا رأينا زي رأي كل مسلم أنه هذا الأشي مرفوض لكنه غصبنا عننا هذا الأشي مش بييدنا يعني وهذا للأسف الشديد تواضع من حكام العرب وحكمات العرب وبرلمنات العرب كمان أو كان في حزم وكان في شد وفي موقف من حكومات العربية ما صار هذا الأشي عداد كبيرة من قوات الاحتلال تنتشر في هذه الأثناء في بحات الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين خلال أيام عيد الفصح وسط تكبيرات من قبل المرابطين والمصلين الفلسطينيين يقتحم المستوطنون الأقصى مستغلين مواعد زيارة السياح خلال أيام رمضان الماضية عمد الاحتلال إلى تفريغ باحات المسجد من المصلين صباحا تفريغا شبه كلي قبيل هذه الاقتحامات لكن اليوم يبدو أن المعادلة قد تغيرت نحن لاحظنا الخوف في قلوبهم قبل وجوههم كانوا يرتعدوا أول ما وصلوا باب المسجد واللي كانوا يحرصوا فيهم كانوا يرتعدوا هم ماشيين يمكن كتير ناس ما لاحظوا بس احنا لاحظنا الخوف واضح عليهم جدا يعني شوفوا ما شاء الله على الشباب الثابتين اقتحمات استفزازات ونحن إن شاء الله نظلم ربطينهم بأخصى لا من غير الحمد لله رب العالمين ما بهمونا ما بغافنا الحمد لله نحو 900 مستوطن اقتحموا الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية التي يرجح أنها خنعت وقيادتها السياسية لضغوطات كثيرة ما منعها من استخدام القوة ضد المصلين ضغوطات حددت المقاومة زاوياتها الرئيسة فلم يبق شك أن اللعب بالنار في المسجد المبارك والقدس يعني إحراق جبهات عديدة أمام الاحتلال هنأم حميد القدس المحتلة الميادين وزير الأمن الإسرائيلي آف جالانت يقرر تمديد فرض الأغلاق في الضفة الغربية وإلغاء تسهيلات نقرتها وزارته سابقا خلال شهر رمضان حتى نهاية عيد الفصح اليهودي يتزامن ذلك مع تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية نسرين سلميه حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى مثل جزء آخر من العقوبات التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين بعد أن أعلن وزير الأمن يؤاف جالانت عن سحب ما أسماه تسهيلات رمضان وتمديد إغلاق الضفة حتى نهاية عيد الفصح اليهودي مساء الأربعاء المقبل قرار جالانت جاء بحجة تزايد عمليات المقاومة وعقابا للمعتكفين في المسجد الأقصى هناك 645 حاجز تقطع أوصال الضفة الغربية إلى 224 جزيرة بالإضافة إلى جدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية الهدف إضعاف الشعب الفلسطيني والهدف إضعاف الصمود الفلسطيني ولكن كل هذه الإجراءات لن تكسر إرادتنا ولن تؤثر فينا حصار الضفة لم يقتصر على الحرماني من الوصول إلى القدس بل ضم مدنا وقرى عديدة مثل نابلس التي تعاني حصارا مشددا منذ مطلع شهر رمضان بالإضافة إلى الأغوار وأريحة بحجة البحث عن منفذي عملية غور الأردن الجمع الماضي إغلاق مني تقريبا من شهرين بيجي بحطوا يعني تقريبا صار 24 ساعة ثابت يعني بأخروا الناس بيبهدوا الناس بيعتقلوا الناس بدون بأي سبب يعني يعني هذا محتل شو نسوي بس انتكام من الناس بس بس انتكام بدهو يهجر هالشعب بدهو يذل هالشعب بس إذلال بتفشش ومينها تفشش قوات الاحتلال زادت من أعداد جنودها في أنحاء الضفة الغربية كما وضعت بوابات إلكترونية وحواجزة على مداخل القرى الفلسطينية في وقت تزايدت فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم من بينها حرق محاصيلهم الزراعية القوة التي يستخدمها البحتل هي سبب هي سبب حقيقي لا الانفجار باعتبار أنه الاحتلال هو العدوان الاحتلال هو العنف الاحتلال هو ممارسة القوة الظالمة المتوحشة على شعب عزل وكان رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية قد طالبوا حكومتهم بمزيدا من العقوبات على الفلسطينيين وتعزيز أمن المستوطنات بمزيدا من قوات الجيش حال التوتر والتصعيد في الضفة الغربية لن تنتهي قريبا في ظل تواصل اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى وعربدة المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية نسر سلمي رام الله الميادين دانت حركة حماس مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ستة مخططات سيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وعتبرت الحركة في بيان هذه الخطوة عدوانا جديدا ومعانا في سرقة الأرض الفلسطينية وتحديا صارخا لكل المواثيق والقوانين الدولية التي تجرم الاصطيطان حما سكدتنا سياسة الاصطيطان وقدم الأراضي لن تنجح في طفاء أي شرعية على الاحتلال ووجوده في الأراضي الفلسطينية تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والعدوان على غزة وجنوب لبنان شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرة رفع المشاركون فيها شعرات تدعو إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض وحملوا لدارة الأمريكية مسؤولية السمرار هذه الاعتداءات بسبب دعمها لا محدود لإسرائيل كل عام يحصل الأمر ذاته فنحن نحتاج على العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى في كل رمضان إنها القضية والقصة نفسها والحكومة الأمريكية تدعو إلى خفض العنف من كلا الجانبين في حين أن جانبا واحدا فقط هو من يغزو نحن هنا لأننا سائمنا من هذا الوضع الذي لا يحصل مع الفلسطينيين فحسب بل حتى ما يتعرض له لبنان نحن هنا للاحتجاج على الاحتلال الإسرائيلي والتصعيد الأخير وما حصل في الأقصى دفعنا إلى التظاهر اليوم خصوصا أنهم لم يراعوا شهر رمضان لكن لا يوجد سلام أبدا في ظل هذا الاحتلال على إسرائيل أن تدرك التزامها وتحافظ على سلامة الكنائس والمساجد ينبغي لكل من يذهب إلى هناك أن يتمكن من أداء الصلاة بسلام الاعتداءات الإسرائيلية وإكفال المسجد هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ليس بحق الفلسطينيين فحسب بل بحق كل شخص في العالم إلى ذلك دانى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قال بوف خلال الجلسة العلنية للمجلس الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتقال المعتكفين والمصلين والهجوم الوحشية على غزة وجنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي انتهك القوانين الدولية لعقود وأصبح آلة قتل متمادية محترفة ومجرمة جميع المسلمين يقفون صوتا واحدا دعما للشعب الفلسطيني ويوم القدس سيؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت حية وهي الأولى والأهم وأن العدو أصبح مكروها أكثر من أي وقت مضى الاحتلال اليوم في أضعف حالته تاريخيا وقوة جباة المقاومة أجبرت على القيام بردود فعل جبان هو يدرك جيدا أن عقابا قاسيا مدمرا بانتظاره أكد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي أن التقارب الإيرانية السعودية ستكون له تداعيات إيجابية جمع على المنطقة ولفت في كلمة له خلال مشاركته في اللقاء الوطني الفلسطيني نداء القدس الذي عقد في جلستين متزامنتين بالضفة وقدس إلى أن طهران أثبتت أنها مع القضية الفلسطينية بالعمل لا بالشعارات أرى أن هذا التقارب الإيراني السعودي سيمطر إيجابيات كثيرة على المنطقة خاصة أنه الآن في وفد سعودي عماني موجود في صنعاء وإن شاء الله إذا انتهت الحرب الظالمة على اليمن وهذا اليمن الذي ضحه مع الفلسطينيين بكل شيء إضافة إلى أن إيران ثبت بأن إيران معنية بالأمة العربية ومعنية أيضا بالنضال تجاه القدس كحقيقة أثبتوا أنهم مع القضية الفلسطينية بالعمل وليس بالشعارات وخلال اللقاء دعا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذوكس في القدس المحتلة المطران عطالة حنة إلى تضافر الجهود دفاعا عن فلسطين وشعبها وقضيتها بضرورة أن تتضافر الجهود دفاعا عن أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث ألا وهي القضية الفلسطينية وقضية القدس بنوع خاص وهذا الشعب يستحق الحرية ويستحق الكرامة هذا الشعب الذي قدم الشهداء وقدم الأسرى وقدم المناضلين هذا الشعب يحق له أن يعيش في ظل دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفي الجزائر دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي لعقد اجتماع طاريا حول الوضع في فلسطين اليوم الاثنين وبحسب بيان للمجلس فقد دعا إبراهيم بوغالي بصفة رئيس اتحاد مجالس الدول العضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ عن بعد للترويكا الرئاسية ولجنة فلسطين وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي في ظل الوضع الطارئ الذي تشهده فلسطين ولسيما لناحية الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة أكد رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة تشكيل جبات موحدة من الدول الإسلامية في مواجهة إسرائيل رئيسي في اتصال هاتفية مع نظير الجزاري عبد المجيد تبون قال أن هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتعاون الدول الإسلامية من جهته أمل تبون أن يتم تحرير الشعب الفلسطيني من ظلم الصهاينة عبر التعاون بين الدول الإسلامية وفي اتصال آخر مع رئيس السوري بشار الأسد أكد رئيسي أن النظام الدولي آخذ في التغير لصالح المقاومة وضد الاستكبار العالمي رئيسي شدد على أن جرائم الاحتلال تدل على ضعفه وأحباطه من جهته أن الأسد نظيره الإيرانية بحلول شهر رمضان المبارك وأكد ظهور بوادر الانهيار في المجتمع الإسرائيلي نتيجة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني قلق إسرائيلي من وحدة الساحات وتنصيق الجبهات المقاومة ومراقبون يرون أن تل أبيب تخشى رفع أدائها مستوى التحدي باعتباره يظهر بشكل أكبر تآكل قوة ردعها وهشاشة منعتها الداخلية تقرير علي فقيه الردع الإسرائيلي تآكل وكبوس تكتل الساحات أخذ بالتحقق هذان الأمران كان موضع اتفاق بارز بين الخبراء والمعلقين ممن أجملوا تطورات الأيام الأخيرة الأمنية والسياسية وقدموها في صورة قاتمة ومعقدة ولسيما في ضوء عوامل قلق إضافية تتمثل في تزايد حدة الانقسامات والخلافات الداخلية الإرهاب لم يبدأ اليوم وللأسف لن ينتهي غدا وأعتقد أن المسارعة إلى حرب والمسارعة إلى تصعيد ممنوعان ومن ناحية ثانية لدينا تآكل في الردع الإسرائيلي والتحدي أمام الكابينات هو في كيفية إيجاد عمليات تقوي وترمم الردع الإسرائيلية الذي تضرر في الأوينة الأخيرة تآلف سياقات خارجية وداخلية أمنية وسياسية لا تصب في مصلحة إسرائيل وتظهر أكثر فأكثر ضعف صورتها الأمنية وهشاشة تركيبتها الاجتماعية دفع معلقين وخبراء إلى التحذير من تبعات بعيدة المدى للواقع الجديد المتشكل الذي يشجع أعدائها على رفع مستوى المقامرة الأمنية معها التقدير القاتم الذي عرض في المجلس الوزاري المصغر هو أنه بعد شهر رمضان نحن في واقع أمني جديد المحيط يرى إسرائيل والشرخ الداخلي فيها والأخطر أنه رأى الصدع في العلاقات مع الولايات المتحدة وهذا يدفع أجزاء من المحيط إلى تحدي إسرائيل أكثر فأكثر وفيما يرى مراقبون أن إسرائيل لم تعد هي التي تحدد قواعد اللعبة يجمع آخرون على أن معضلة ترميم الردع الإسرائيلي المتضرر تزداد حدة في ضوء المفترق الذي تقف القيادة الإسرائيلية عديمة الخبرة وراءه بين الحاجة إلى العمل والرد من أجل إرساء ردع في كل الجبهات وبين الرغبة في عدم التدهور إلى تصعيد غير محبذ يمكن أن يؤدي حتى إلى حرب متعددة الساحات قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد أن المعارضة ستدعم أي عمل توصي به الأجهزة الأمنية ضد ما سمه بموجة الإرهاب وضد العداء في كل الساحات وفي متمر صحفي بعد لقائه نتنياهو قال لابيد أنه أصبح أكثر قلقا بعد الاجتماع برئيس الحكومة الذي أحاطه بآخر المستجدات والأحداث واعتبر جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية أن ما جاء في وثائق البينتاجون وسربته الصحافة الأمريكية حول دوره في التظاهرات مجرد كذب وسائل علامة إسرائيلية ذكرت أن ديوان رئيس الوزراء أصدر بيان أشار فيه إلى أن الموساد ومسؤوله لم يشجعوا ولا يشجعون العاملين في المنظمة على الذهاب إلى التظاهرات ضد الحكومة أو التظاهرات السياسية بشكل عام أو أي نشاط سياسي ولفت إلى أن الموساد ومسؤوله الحاليين لم ينشغلوا بموضوع التظاهرات إطلاقا خطة واشنطن العسكرية أنخيراتها في الحرب في أوكرانيا تجسسها على حلفائها ويدها الخفية في الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية جميعها وثائق سرية سربت في الساعات الماضية كشفت عن ضعف قدرة وزارة الدفاع الأمريكية في الحفاظ على سرية وثائقها التي باتت في متناول العالم قنبلة معلومات فجرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول ما أوردته أحدى الوثائق السرية عن تقييم استخباري أمريكي لسير العملية العسكرية في مدينة باخمت الأوكرانية وتصريحات مسؤولين أوكرانيين بشأن النقص الحاد في العتاد والأسلحة العسكرية لدى القوات الأوكرانية وهشاشة معنوياتها في الحرب وتفضح الوثائق حجم الخسائر البالغة في صفوف القوات الأوكرانية التي وصلت إلى أكثر من 71 ألف جندي الوثائق تشير أيضا إلى توسع نفوذ قوات فاغنر الروسية إلى ما أبعد من أوكرانيا حيث تكشف عن الحضور الكبير لقوات فاغنر في الدول الأفريقية مع وجود أكثر من 1640 فردا فيها وتتركز مهمتهم على إحباط المصالح الأمريكية في أفريقيا بحسب الوثيقة وبرغم الضجيج الذي أحدثته الوثائق الأمريكية المسربة والمتعلقة بالمواجهة الأطلسية الروسية في أوكرانيا إلا أن ما كشفته أحد الوثائق عن طورة جهاز الموساد الإسرائيلي في الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية وقيادته لها أحدث بلبلة في تل أبيب قبل أن يسارع جهاز الموساد بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى نفيها لكن الأخطر في الوثائق المسربة يكمن في مفضاحه البنتاجون عن بلاده جهاز التجسس الأمريكي يتغلغل في جميع أنحاء العالم ويخترق الدول الحليفة لواشنطن وبينها أوكرانيا وكوريا الجنوبية وهو ما يثير قلق الولايات المتحدة التي تترقب تأثير الوثائق على العلاقات الدبلوماسية مع حلفائها وسير الأحداث العالمية بعدما تكشفت خطتها لدى أعدائها أيضا أزاح عرس الثورة في إيران ستارة عن أحدث طائرة من دون طيار معراج 532 يبلغ مدى المسيرة 450 كم وهي قادرة على الطيران حتى ارتفاع 12 ألف قدم لمدة ثلاث ساعات وضرب الأهداف المطلوبة بدقة عالية قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شامخاني خلال لقائه مع نظير الأرميني أرمان جريغوريان إن التوتر والصراع في منطقة القوقاز لا يصباني في مصلحة أي دولة شامخاني يأكد أن أي تغير أو تغير في جغرافيا جنوب القوقاز من شأنه أن يفاقم التوترات الإقليمية وهو ما يريده أعداء استقرار المنطقة كما شدد على أن تطوير التعاون والتعامل مع دول الجوار من المبادئ الثابتة لسياسة إيران الخارجية قال المدير العام لشؤون منطقة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية علي رضى عناية إن الوفد السعودي الذي وصل إلى طهران عقد جلسات مع المعنيين في الخارجية الإيرانية وسيبقى في طهران عدة أيام الوفد السعودي الذي وصل إلى طهران عقد جلسات مع المعنيين في الخارجية الإيرانية وتم الترحيب به وتقديم كل الإمكانات اللازمة له الوفد السعودي سيبقى في طهران عدة أيام ويزور بعدها مشهد نأمل أن تنجح مهمته في التحضير لإعادة فتح سفارة بلاده في طهران من جهة أخرى هناك وفد إيراني يتحضر حاليا للتوجه نحو السعودية نهاية الأسبوع الجاري الوفد سيضم فريقين أحدهما سيتوجه إلى جدة والآخر سيبقى في الرياض والهدف من الزيارة تقييم الأوضاع لإعادة فتح السفارة والقنصلية الإيرانيتين في الرياض وجدة في سوريا استشد ستة مدنيين من جراء انفجار لغم أرضيا من مخلفات تنظيم داعش في منطقة البشري بريف دير الزور الجنوبية أثناء بحثهم عن فطر الكمأة وكالة سانا نقلت عن مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد في دير الزور قوله أن الضحايا أصيبوا بشضايا في مختلف أنحاء الجسم ما أدى إلى الوفاة على الفور قبل إيصالهم إلى المستشفى سلم ستة وعشرون حزبا تركيا قوائمها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بدورتها الثامنة والعشرين المقررة في الرابع عشر من شهر أيار مايو المقبل وقال رئيس الهيئة أحمد ينار أن ستة وعشرين حزبا من تسعة وثلاثين يحق لها التقدم للانتخابات ولفت إلى أنه سيتم التحقق من القوائم وسيطلب من الأحزاب السكمال أي نقص فيها وتضمنت القوائم ترشيح خمسة عشر وزيرا من الحكومة الحالية مثل وزير الخارجية مولود جويش أغلو ووزير الداخلية سليمان سويلو ونائب الرئيس التركي فؤاد أكتاي فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد شدد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أن أوروبا يجب أن لا تكون تابعة للولايات المتحدة فيما يتعلق بمسألة تايوان أو أن تستقي إشاراتها من أجندة واشنطن ورد الفعل الصيني الذي وصفه بالمبالغ فيه وفي حديث مع صحيفة بوليتيكو وصحفيين فرنسيين خلال رحلة عودته من الصين أكد ماكرون أنه ليس من مصلحة أوروبا تسريع الأزمة في تايوان وأنه ينبغي عليها تقليل اعتماده على الدولار الأمريكي خارج الحدود الإقليمية وراء أن الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا يتمثل بالوقوع في أزمات ليست أزماتها ما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية تحولت انتهاماتهم بالعنصرية إلى معركة سياسية في ولاية التناسي الأمريكية انخرط فيها الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في محاولة للتهديئة ثلاثة نواب ديمقراطيين استهدفهم تصويت في مجلس النواب المحلي لمشاركتهم في احتجاج ضد السلاح أفضل إلى عزل اثنين منهم هما نائبان أمريكيان أفريقيان ما زالت نار العنصرية تحت الرماد في الولايات المتحدة وهي تتأكد يوما بعد يوم تجاه الأمريكيين الأفارقة في بلد يرفع شعارات ديمقراطية وحرية الرأي الشرارة التي تحولت إلى معركة سياسية شريسة هزت ولاية تانسي الأمريكية تمثلت بعزل عضوين أمريكيين أفريقيين ديمقراطيين من البرلمان المحلي هما جاستين جونز وجاستين بيرسون بسبب مشاركتهما إلى جانب مئات المتظاهرين باحتجاج في محيط البرلمان للمطالبة بتنظيم أكثر صرامة لحمل الأسلحة النارية العزل يمثل إجراء نادرا جدا لكن المفارقة أنه لم يشمل نائبة ديمقراطية الثالثة جلوريا جونسون رغم مشاركتها في الاحتجاج وذلك لكونها ليست أمريكية أفريقية الإجراء لقي انتقادات واسعة بلغت واشنطن حيث وصفه الرئيس جو بايدن بأنه صادم وغير ديمقراطي فيما توجهت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى لقاء النواب الثلاثة في ناشفل لتكرار دعوة الكونغرس إلى حظر استخدام البنادق الهجومية وهو طلب مصيره الفشل بسبب معارضة الجمهوريين الشريسة نحن بحاجة إليكم جميعا وستؤثر قيادتكم في هذه الحركة على أشخاص قد لا تقابلهم أبدا أشخاص قد لا يعرفون اسمكم أبدا ولكن بسر قيادتكم سيستفيدون إلى الأبد أقول كل ذلك لأؤكد أننا لن نهزم لن نرتدع سوف نقول الحقيقة سنتحدث عن الحرية والعدالة وسنتقدم في مسيرتنا وفيما انطلق تظاهرات تندد بالعنصرية في تينيسي أدلت جاستن جونز وجاستن بيرسون بتصريحات حادة ضد عزلهما ما اكسبهما ثناء على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت صورة لهما وهما يرفعان قبضة يديهما نالتيا الأخرى رواجا واسعا إسكات نائبين أمريكيين أفريقيين لاحتجاجهما السلمي على العنف المسلح ليس عنصريا فحسب يقول معارض القرار بل هو أيضا تغيير جذري للقواعد الديمقراطية وللتقاليد التي من المفترض أن الولايات المتحدة قامت عليها نفذت الصين مناورات تحاكي ضربات دقيقة ضد أهداف رئيسية في تايوان والمياه المحيطة بها ضمن اليوم الثاني من تدريبات لتطويق كامل الجزيرة القوات الجوية الصينية نشرت عشرات الطائرات للتحليق في المجال الجوي المستهدف وحشدت مدمرات وقاذفات صواريخ سريعة في المناورات بينما نفذت القوات البرية تدريبات على ضربات دقيقة متعددة الأهداف إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد تسع سفن حربية وثمانية وخمسين طائرة صينية حول الجزيرة من جهة أكد المعهد الأمريكي في تايوان أن البلايات المتحدة تراقب المناورات الصينية عن كثب وأشار المتحدث باسمه إلى أن واشنطن تشعر بالارتياح والثقة لامتلاكها ما يكفي من موارد وقدرات على الصعيد الإقليمي لضمان السلام والاستقرار وفق تعبيره أكد نائب رئيس الوزراء الكوبي خرخي لويس بيردومو والتزام كوبا موقفها تجاه الصين باحترام مبدأ الصين الواحدة وفي مقابلة مع شبكة تليفزيون الصين شدد بيردومو على أن هذا الموقف تاريخي ولن يتغير تاريخيا كانت كوبا تحترم وتعترف بسياسة الصين الواحدة كسياسة أساسية للدولة الصينية الموقف الكوبي من سياسة الصين الواحدة لم يتغير كوبا والصين شقيقتان بالنسبة إلينا هناك صين واحدة فقط وهذا مبدأ نتمسك به وسنواصل الدفاع عنه كجزء من سياستنا الخارجية في المستقبل قال مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن كييف عدت نحو 200 ألف شخص للهجوم المضاد بريغوجين لفت إلى أن بعض المصادر تحدثت عن أن العدد قد يصل إلى 400 ألف عنصر وهذا لا يمكن التقليل من أهميته وفق تعبيره وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن وثائق أمريكية سربت عن أوكرانيا أن سلطات كييف اضطرت إلى نقل قوات النخبة بالقرب من أرتيموفيسك وهو ما اعتمد عليه في الهجوم المضاد ما أدى إلى تكاليفة استراتيجية لأوكرانيا شهدت العاصمة الألمانية برلين تظاهرات شارك فيها الألاف مطالبين بوقف الحرب والسلام في أوكرانيا المتظاهرون ساروا في شوارع العاصمة برلين ورفعوا لافتات وعلى من كتب عليها السلام والتدفئة والخبز بدلا من الأسلحة والحرب والموت مطالبين الحكومة الألمانية بوقف تسليم الأسلحة إلى كييف حذر قادة القطاع الصحي في بريطانيا من اضراب الأطباء المبتدئين أربعة أيام من الأسبوع المقبل احتجاجا على تدني الأجور اتحاد هيئة الخدمات الوطنية الصحية قال أن الأضراب سيتسبب في مستويات غير مسبوقة من الاضطراب مشيرا إلى أنه قد يجري تاجيل ما يصل إلى ربع مليون من المواعيد والعمليات الجراحية أفرجت سلطات السعودية عن الطبيبة التونسية مهدي المرزوق بعد اعتقالها ثلاث سنوات وفق ما أكدته عائلتها للميادين وكان القضاء السعودي قد أصدر حكما بالسجن لمدة 15 عاما ضد المرزوق التي تحمل الجنسية السعودية وتقيم في المملكة بسبب تفاعلها مع فيديو داعم لحزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي من جهتها رحبت الرابطة التونسية للتسامح بإطلاق صراح الطبيبة أو الطبيبة مهدي المرزوق مؤكدة أنها أحد رموز الكرامة والعزة التونسية وأكدت الرابطة في بيان التزامها النضال المستمر لدعم المقاومة والمقاومين بجميع الأشكال الممكنة ودعت التونسيين إلى أوسع استقبال للمرزوق عند عودتها القريبة إلى بلادها ونبقى في تونس حيث طلبت جباة الخلاص الوطني خلال تحرك احتجاجيا في العاصمة بإطلاق صراح المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة عماد اشتاره من أجل برلمان تونسي حر سقط شهداء أحداث التاسع من أبريل عام 1938 برصاص المحتل الفرنسي اليوم وبمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والثمانين لهذه الملحمة يشدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة حماية مكسب الاستقلال فيما يطالب أنصاره بمحاسبة كل من أخطأ في حق البلاد سنتنسى أبدا شهداءها وسنبقى على العهد دائما مع الشعب التونسي وسنسير إلى الأمام ولا يمكن أن تحط من عزائمنا أي عقبات سنواصل وسنستمر ولا عودة إلى الوراء توصيف الوضع في البلاد وتشخيص الحلول للأزمة يختلفان باختلاف المواقع ما يضع أمام منظومتين سياسيتين متضادتين قديمة تطالب بإسقاط ما تصفه بالانقلاب وجديدة ترفض الرجوع إلى الوراء المناسبة ذاتها اختارت المعارضة أن تكون موعدا لرفع الصوت والاحتجاج للمطالبة بإطلاق صراح من تصفهم بالمعتقلين السياسيين والتحذير من أن المصار الحالية لن يؤدي إلا إلى تراكم الأزمات في البلاد ومزيد من تعقد الأوضاع خط السياسي خط سليم اللي هو خط وطني وخط ديمقراطي وخط سلمي وخط مدني وخط نظالي وخط مقاوم ويمن بالشعب ويمن بالعودة للشعب ويمن بيرات الشعب إيمانه بالحرية والديمقراطية والكرامة الوضع يذهب إلى مزيد التأزم على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الحقوقي وعلى المستوى العلاقات الخارجية ولكن نعناب بحكم قوانين التاريخ كلما اشتدت الأزمة كلما اقتربت من الانفراج بإذن الله بين شبهات التأمر على أمن الدولة التي تلاحق عددا من قيادات جبهة الخلص ودعواتها إلى إسقاط ما تصفه بحكم الانقلاب يبدو أن المساعي تحشيد الشارع وتوحيد صفوف المعارضة لم تحقق الأهداف التي رسمتها الجبهة إبان تأسيسها منذ سنة الشغور في سدة الرئاسة اللبنانية يدخل شارع السادسة من دون أن تنجح الأطراف الداخلية في التوافق على مرشح الرئاسة فيما ينتظر بعض الأطراف المبادلات الخارجية ويتجاهل الدعوات إلى الحوار الداخلي تقرير عباس صباغ لا اتفاق لبنانيا على انتخاب رئيس الجمهورية خمسة أشهر على الشغور في سدة الرئاسة من دون أن تصل الأطراف الداخلية إلى تفاهم الخلافة تشي بأن ساعة انتخاب الرئيس ليست قريبة واجبنا للدستوري نحط انتظام الحياة العامي كعنوان أول من انتخاب رئيس لإنتاج حكومة متجانسة وفاعلة ومنتجة من أجل أن نبلش بخطة التعافي الاقتصادي والمالي المنتظرة وغير هيك منكون بعملية انتحار وجريمي بحق اللبنان الجمود الداخلي قابله حراك خارجي تمظهر بلقاءات خارجية وبجولة استطلاعية لوزير قطري على المسؤولين لم تفضي بعد إلى نتائج هناك من ينتظر بعض الإشارات والإملاءات والتفاهمات الخارجية الحل السريع والأنسب هو فعلا بكيفية الوصول إلى نقاش موضوعي داخلي سريع من خلال حوار ونقاش وطني إحدى عشرة جلسة عقدها البرلمان لكنه أخفق في انتخاب رئيس للبلاد ما دفع رئيسه إلى مطالبة الأطراف الداخلية بالحوار الكرام الوطنية لا تسمح لنا أن نكون أمام إنتاج رئيس جمهورية من قبل قوى خارجية مراقبون ينتقدون ما يسمونه الاستسلام للخارج مع الأسف أنه بينطروا خارج يحكي مع بعضه بموضوع لبنان وسقطوا عليهم التسوي بكرة حيمشوا فيها مثل تناميز الشاطرين كلهم سوا وما بيكلفوا خطرهم يعملوا حوار زيتي على الأقل نتفق على معركة نتفق على معركة ديمقراطية مش مفروض يتفقوا مع بعضهم على رئيس مفروض يتفقوا على معركة ديمقراطية ما بين مواصفات الرئيس العتيد في ظل انقسام الكتل البرلمانية وشروط بعض القوى الخارجية لا موعد قريبا لجلسة انتخابية للبرلمان بحسب الأجواء ما يزيد الأزمة اللبنانية تعقيدا تصر بعض الأطراف الداخلية على تجاهل الدعوات للحوار الداخلي للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية بانتظار نتائج الحراك الخارجي مع استمرار الشغور في سدة الرئاسة وتبعاته السلبية على البلاد عباس صباق بيروت المادين في أجواء شهر رمضان المباركة الجالية العراقية في طهران تقيم أطول مأدبة رمضانية في إيران بطول كيلو متر ومتطوعون إيرانيون ينظمون فعالية تحمله الشعارة سنفطر في القدس وتهدف لتعريف الحاضرين بالثقافة الفلسطينية مالك عابدة أجواء رمضانية تقيمها الجالية العربية في طهران لسيم الفلسطينية والعراقية في الشهر الفضيل فالمؤمنون هنا يسعون إلى تعزيز روح التعاون والترابط بين الناس فضلا عن نشر ثقافة التكافل الاجتماعي قاموا هذه المأدبة لتكون مناسبة مفرحة وتجمع بين الشعبين وتكون همزة وصل وثوق بين الشعبين هذه المأدبة اللي هي سبب التآلف والمحبة والأخوة بين العراقيين والإيرانيين واللي يحضروها كراد أتراك من جميع الفئات حتى أفغانية هم موجودة هدفنا من هذه الفعالية في ساحة فلسطين هو توجيه رسالة تضامن إلى الشعب الفلسطيني جئنا لنؤكد أن الشعب الإيراني يقف إلى جانب الفلسطينيين وسنتناول أفطار رمضان يوما في فلسطين إن شاء الله جئت مع أطفالي لكي أعلمهم عن التلاحم والتضامن بين المسلمين لأسيما حينما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني مالك عابدة طهران الميادي تذكير بالعنوين المشاط يستقبل الوفدين العمني والسعودي في صنعان ويشدد على السلام العادل الذي يحقق تطلعات الشعب والبخيتي يؤكد أن الرياض طرف في الصراع إلى وسيد اهتمام إسرائيلي واسع بأبعاد لقاء نصر الله وهنية في بيروت وتل أبيب محبطة من وحدة الساحات مكرون يدعو أوروبا إلى تقليل اعتماد على الولايات المتحدة وتجنب الانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان الصين تنفذ منورات تحكي ضربات دقيقة ضد أهداف رئيسية في تايوان والمياه المحيطة بها ضمن اليوم الثاني من تدريبات لتطويق كامل الجزيرة مؤسس مجموعة فاغنر يحذر من إعداد كييف 200 ألف مقاتل على الأقل لتنفيذ هجوم مضاد ضد القوات الروسية باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية المايدين دوت نت موقعنا على الإنترنت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر